ترأس صباح اليوم الأمينة للتنفيذي للمنصقية الوطنية للدراسات والتدريب بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية صفوة ترأس افتتاع عمال الورشة التفاكورية حول عرض مشاريع العمال البترولية في شاد والمصادقة عليها تفاصيل لدى زميلة فاطمة داود الحمر بهدف السماحي للشباب لمعرفة المهن المختلفة والأشكال المتعلقة بالقطاع البترولي في شاد نظمت المنصقية الوطنية للدراسات والتدريب ورشة تفاكورية لعرض مشروع تحديد الأعمال البترولية في شاد والمصادقة عليه وذلك من أجل إدماج العاملين وتعريفهم بكافة التخصصات التي تتوافق مع متطلبات هذا القطاع الأمين التنفيذي للمنصقية الوطنية للدراسات والتدريب حرب خميس أشار بأن هذه الورشة تسمح للمشاركين بالتعرف أكثر على الاحتياجات النادرة التي تتطلبها وزارة البترول والتي من شأنها ترفع الانتاج البترولي في البلاد مضيفا في كلمته بأن البطالة المتفشية في الوسط الشبابي من حملة الشهادات الجامعية والمهنية تحتاج إلى تظافر الجهود من جميع القطاعات الفاعلة في البلاد لمحاربتها والقضاء عليها وعليه فإن هذه الورشة التي تستمر ليومين تسهم في إعداد برامج وخطط مستقبلية لرفع التحديات الماثلة أمام الشباب خاصة في القطاع البترولي ترجمة نانسي قنقر